أفرح الأهل متواصلة والحياة يعني جاية مع بعضها في الوقت اللي الأهل بيحتفل بيه بالصبر الأفريقي في الوقت اللي الأهل بيحتفل فيه بتدشين مرحلة جديدة لفريق جديد ودي النقطة المهمة جداً اللي بتعكس حجم الاهتمام والزخم الكبير اللي حوالين هذه المباراة بيتواكب احتفال الكابتن محمود الخطيب برمز النادي ورئيسه بعيد ميلاده الكل بيحتفل بعيد الكابتن محمود الخطيب واللي تواكب أيضاً مع عيد ميلاد الكابتن ساد عب حفيز قبلها بيوم واللي جاية الحياة في خطار كتير من عظماء الكرة موليد أكتوبر وده يمكن يعكس ده شهر خصب كراوياً ولا إيه؟ خصب كراوياً وأنا عايز أدقى أحولك حاجة يعني إحنا كنا عايشين باستمرار على علاقة الكابتن الصالح مع اللعيبة المنافسين وزي هم كانوا يكونوا له كل احترام اتصل بي قبل الصفر وأثناء الصفر الكابتن مصطفى رياض وكان يعني شديد الحرص على أني ونبيا كابتن عدلي أنا مش عارف أتصل بالكابتن اتصل بتكلموش إنقلوا يعني سؤالي عنه وكلمني ثلاث مرات ويعني أني من هنا أنقل للكابتن الخطيب مرة منهم عشان يقولي كل سنواتيب ومرتين عشان يطمئن على صحته ودي بتاع كيست الكابتن مصطفى رياض كابتن خطيب راح باريس على طول من دبي اه اه ما هو هو كان هي دي خطته يعني ربنا يرجع مطمئنن بإذن الله بإذن الله لكن هو كابتن مصطفى رياض مع صروش ايه هو شافه شافه بعد ما خطيب ملعبش مع مصطفى رياض ولما نحدث عن مصطفى رياض لا أسطورة الكرة في الشواجيش ده هداف الدورات الأولمبية عبر تاريخ صحيح جاي بستة هداف دور التوكيو ايه واخد بالك لما كسبنا كلي عشرة اه وطلعنا رابع اه الدورة الأولمبية اه 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 انا حبيت انني انقل الرسالة على الهواء عشان اطمئن كابتن مصطفى اني وصلتها اه الحقيقة كابتن خطيب في عيد ميلاده بنقوله كل سنو انت طيبة كابتن ومرحلة العلاقة بين الكابتن محمود الخطيب والكرة انتهت مع اعتزاله اللعب في ديسمبر 88 بعد مسيرة حافلة بالعطاء والفن الاهداف الحياة اللي فعلا كتير منها ما يسجلهش الا لعب بموهبة الكابتن محمود الخطيب لكن على الصعيد الاداري لان هي دي النقطة للوقت اللي شغالة الخطيب استورة في الكرة بس الخطيب مش عارف اتفرجوا على حجم الانجازات اللي بتحصل في الادارة اتفرجوا على حجم القفزات الكبيرة في النادي الاهلي رياضيا وانشائيا واقتصاديا شوفوا حقوق رعاية النادي تعظمت كم مرة شوفوا الانضباط الاداري والمالي في النادي الاهلي اللي اشاد به او سجل الشهادة اتفرجوا في اللمسة اللي بالهدي دي نائب العام نفسه وبيجري اهداف محمود الخطيب الادارية مش اقل من راعة هذه الاهداف الفنية اللي انتوا شايفينها في الملاعب علاقة الكابتن الخطيب بالجماهير علاقة يعني وصفها الكابتن ميمي الشربيني ربنا يشفيه ويعافيه بانه اشهر مشاهير الكرة المصرية في تاريخها لكن على الصعيد الاداري حتى في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب عنده رقم مميز جدا انه عمره معارض نفسه على الجمعية العمومية للنادي الاهلي ان لو نجح بأعلى الاسوات من اول انتخابات 88 لغاية انتخابات 2021 سبع انتخابات خاضها الكابتن محمود الخطيب في توسيق صلة بالجمعية العمومية للنادي الاهلي اخترته رقم واحد في اعلى الاسوات على كل المناصب كمان هو يمكن بيجمع مع الكابتن حسن حمدي انهما الوحيدين في تاريخ النادي اللي شغلوا كل مقاعد مجلس الادارة عضوة من صندوق ونائب رئيس ورئيس يعني الكابتن صالح كان مرة عض ثم رئيس نادي ما مرش لاب امانت الصندوق ولا بالوكيل لكن رؤساء النادي فقط اللي شغلوا كل المقاعد في المجلس كان الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب وزاد الخطيب انه طلع الاول في كل انتخابات خضاء ده بيعكس حجم الثقة بينه وبين الجمعية العمومية نفس الثقة اللي بينه وبين جماهير الاهلي اللي رفعته دايما على اعنقها بيعكس كمال استاذ ابراهيم حجم الخبرات اللي تكرست عنده من ممارسيته لكل هذه المناصب يعني كل منصب له اعباؤه صحيح ومسؤولياته وهو كان حط عليه بقى عدوان بلاجنة الكورة عدوان دائما وفاعلا فمسألة سخافة ان احنا نقش جدارته الادارية يعني عيب عيب يعني ده لا شوف بقى الخبز يعني هو بعد ما يقولك ده لا ما هو أسطورة في الكورة أسطورة في الكورة بس الادارة دلوقتي بدأ يضرب ايه مين قال ان هو الأسطورة الكورة لا ده فيه أسطير تاني وكأن الأسطورة لقب واحد لا ده عايزين يضربوه بأسطير لم تحقق اي شيء يعني لمجرد انك انت تحط شعبية قدام شعبية يعني اللي أنا عايز أقوله هو ما كل واحد يفرح بأسطورته لكن ليه المقارنة أصل المقارنة دي مش احنا اللي بنعملها دي حاجة موجودة خلاص مترسخة في الشارع